مرحبا أعزائي التلاميذ درسنا لهذا اليوم من مادة العلوم الصفحة 56 عن جهاز الدوران قبل بدء الدرس أرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس جهاز الدوران وصحته ممن يتكون جهاز الدوران يتكون جسم الإنسان من مجموعة من الأجهزة وجهاز الدوران هو أحد أجهزة جسم الإنسان يتكون من القلب والأوعية الدموية والدم أهم جزء في جهاز الدوران وهو القلب القلب هو العضو العضلي الأساسي في جهاز الدوران ويقع داخل القفص الصدري يميل نحو اليسار قليلا هذا تعريف القلب وهذا تعريف مهم أيضا يأتي في الامتحان القلب هو العضو الأساسي في جهاز الدوران ويقع داخل القفص الصدري يميل نحو اليسار قليلا تنقبض عضلات القلب وتنبسط باستمرار لتدفع الدم في الأوعية الدموية وتقسم الأوعية الدموية إلى القسمين إلى قسمين رئيسيين حسب وظيفتها أولا الشرايين تعريف الشرايين هي أوعية دموية تتصل بالقلب وتنقل الدم من القلب إلى أنحاء الجسم الشرايين هي أوعية دموية تتصل بالقلب وتنقل الدم من القلب إلى أنحاء الجسم الأوردة تعريف الأوردة هي أوعية دموية تتصل بالقلب تنقل الدم من أنحاء الجسم باتجاه القلب الأوردة هي أوعية دموية تتصل بالقلب تنقل الدم من أنحاء الجسم باتجاه القلب وفي هذه الصورة نلاحظ الفرق بين الشرايين والأوردة موضوع الآخر أو التعريف الآخر وهنا تعريف الدم الدم سائل أحمر لزج الدم سائل أحمر لزج وظيفته نقل الغازات والمواد الغذائية والفضلات هذا تعريفهم تعريف الدم الدم سائل أحمر لزج وظيفته نقل الغازات والمواد الغذائية والفضلات إضافة إلى توزيع الحرارة في جسم الإنسان يمثل الدم نحو سبعة بالمئة من وزن الجسم يتكون الدم من سائل يسمى البلازمة وخلايا الدم والصفيحات الدموية تتكون خلايا الدم على نوعين خلايا الدم الحمراء وهذا تعريف خلايا الدم الحمراء خلايا الدم الحمراء هي خلايا قرصية الشكل وظيفتها نقل الغازات وتعطي للدم لونه الأحمر أما النوع الآخر من خلايا الدم وهي الخلايا الدم البيضاء هي خلايا ذات أشكال متعددة وظيفتها دفاعية وظيفتها دفاعية أي إنها تحمي الجسم من الأمراض أما الصفيحات الدموية فهي أجزاء من خلايا وظيفتها تخثر الدم عند حذوث جرح أو تمزق لوقف نزيف الدم ما الدورة الدموية؟ يتم توزيع الدم المحمل بالمواد الغذائية والأكسجين من القلب إلى أنحاء الجسم عن طريق الشرائين ثم يعود الدم المحمل بالفضلات وثناء أوكسيد الكاربون إلى القلب عن طريق الأوردة دوران الدم في الجسم يسمى الدورة الدموية وهذا تعريف الدورة الدموية وهي حركة الدم من القلب إلى أنحاء الجسم وثم العودة إلى القلب ويكون دوران الدم في الجسم مغلقا أي أنه يعود إلى نفس المصدر الذي بدأ منه وهو القلب وفي هذه الصورة التوضيحية نلاحظ الدورة الدموية وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الدرس شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع يرجى الاشتراك في القناة وأتمنى لكم النجاح والتوفيق ترجمة نانسي قنقر